تحدثنا قبل قليل حول موضوع التربية وقلنا أن موضوع التربية هو الفرد والمجتمع في الآن نفسه يعني ليس الفرد على حساب المجتمع وليس المجتمع على حساب الفرد وإنما في ذلك التوازن بين الاهتمام بالفرد والاهتمام بالمجتمع لكن هناك سؤال غالبا ما يعترضنا حتى في حياتنا العامة يتعلق بما أهمية التربية يعني هل التربية مهمة؟ طيب غالبا ربما ما يكون الجواب نعم ولكن دون أن نستطيع أن نبرر ذلك طيب هذه مناسبة لكي نعرف فيها أهمية التربية لماذا التربية هي على درجة قصوى من الأهمية ولا يمكن بأي حال أن يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعات في واقع الأمر أهمية التربية تتحدد من جهتين فهي أهمية مستواجهة من جهة الفرد ومن جهة المجتمع لا يمكن للفرد أن يستغني عن التربية كما لا يمكن للمجتمع أن يستغني عن التربية لكن لماذا أو كيف لا يستطيع الفرد أن يستغني عن التربية لدينا هنا مرجع أبو العينين وآخرون ونقتبس منه هذا الشهد حيث يقول حول أهمية التربية من جهة الفرد تحقق التربية للفرد أو تحقق للفرد عملية الانتماء الاجتماعي إذن هذه الفضيلة الأولى التي تخدم بها التربية الفرد ثم تشبع حاجاته إلى التعامل مع أفراد المجتمع والمجموعات المختلفة كما تحقق له الاستقرار النفسي حيث يشعر بالانتماء والانضمام إلى جماعة تقبله لاتفاقه مع أعضائها في كثير من القيم والاتجاهات وتشابه خبراته مع غيرها مما يكتسبه الأفراد الآخرون إذن التربية مهمة بالنسبة للفرد لأنها تحقق له كما رأينا استقرار نفسي لأنها تشعره بالانتماء مهم جدا هذه قصة الانتماء هذه لأن دون الشعور بالانتماء يكون الإنسان يعيش في حالة من الشقاء المزرية لأنه يكون غريبا يكون مغتربا حتى نفسيا ووجدانيا وبالتالي لا يشعر بأنه يتواصل مع بيئة تقبله فيكون فعلا على درجة عالية من الارتباك والحرج النفسي الذي لا يستطيع أن يتجاوزه التربية منذ البداية منذ الصغر تعمل على تحقيق عملية الانتماء انتماء الفرد إلى المجتمع وإشباع حاجاته المختلفة التي تعرضنا لها قبل قليل سواء حاجاته الجسمية النمو الجسمي أو حاجاته العقلية النمو المعرفي وغيرها وحاجاته الروحية والنفسية والنمو الوجداني وحاجاته هنا الاجتماعية أي الانتماء إلى المجتمع فإذا التربية مهمة من جهة الفرد لا يمكن للفرد أن ينتمي وأن يحقق استقراره النفسي دون إذن التربية من جهة المجتمع من جهة المجتمع التربية مهمة جدا وذلك لأن المجتمع لا يمكن أن يحافظ على تراثه الثقافي أو على ما يحتويه من علوم ومعارف وفنون وأداب وخبرات ومهارات ومكتسبات وعادات وتقاليد ونحويها لا يمكن أن يحافظ على كل هذه العناصر التي هي في الواقع لو جمعناها لو وجدناها تكون معا عبارة العبارة الحديثة التي نطلق عليها الهوية إذن فهوية المجتمع الثقافية والإلمية والفنية والأدبية والأخلاقية وإلى غير ذلك لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق التربية لأنها تتيح لأعضاء المجتمع نقل هذا التراث من جيل إلى جيل وليس فقط نقله بل المحافظة عليه وتعزيزه أي تطويره بمختلف الكيفيات والطراق الممكنة إذن ليس هناك هوية اجتماعية يمكن أن تتحقق وأن يحافظ بها المجتمع على كيانه دون إذن أن تكون هناك التربية إذن التربية ضرورة فردية وهي تحقيق التوازن للفرد ويشباع جميع حاجاتها وتحقيق عنصر الانتماء وعنصر التكيف وهي ضرورة اجتماعية باعتبارها تحافظ على هوية المجتمع وتطور تلك الهوية